بحار غرق في مياه المحيط وترك جسده البارد المحطم وأبحر إلى عالم آخر وعاد لنا برسالة إنسانية من رسائل هذه الحياة الغوص من الأشياء التي أحبكتها منذ صغري كنت أمارس رياضة الغوص لذا أردت أن أجمع بين الهندسة والغوص وأصبحت في النهاية غواصا تجاريا وأصبحت في النهاية كبير المهندسين لسفينة الأبحاث كنت مسؤولا عن كل شيء ميكانيكي في تلك السفينة كانت تلك وظيفة أحلامي لا يوجد كتاب قواعد لذلك العمل الذي كنا نقوم به كان الغوص التجاري في الثمانينيات خطيرا للغاية بالواقع لم نتمكن من الحصول على تأمين للحياة الشخصي لأن استمرار الأعمال التجارية لم يكن الغوص ينفعها تلك الأية ولدي العديد من الأستقاء الذين تعرضوا لحوادي هناك من أصيبوا بصدمة أو فقدوا سمعهم وأشياء من هذا القبيل كان عمل خطيرا وشاقا للغاية وفي عام 1983 قمنا بتجربة مركبة جديدة ثم تشغيلها عن بوات فجأة رأينا أن هناك عاصفة قادمة وقلنا حسنا سنعيدها إلى الميناء قبل أن يصبح الأمر سيء لأنه عند الميناء كانت الأمواج عنيفة وعالية حيث أصبح الأمر صعبا جدا هناك ولم نتمكن من التغلب على العاصفة فقد تغلبت علينا العاصفة وبقي في المسافة من 25 إلى 30 قدم بيننا وبين الوصول إلى الميناء خاصة ذلك اليوم لذا أراد التخفيف وقرر الطاقم الكابتن ومهندس التصميم أن نضع قاربا صغيرا في الماء كان عبارة عن قارب المطاطي نستخدمه لاستعادة الغواصين في المياه الظهلة وقرر القبان في تلك الليلة أن ممن سيذهب لأني كبير المهندسي وعادة لا أذهب على متن القوارب الصغيرة لأني مسؤول السفيل ولكن لأننا كنا فقط نقوم بتقييم المركبة الجديدة لم نكن في مهمة كاملة ولم يكن لدينا سوى طاقم صغير ذهبنا بالفعل إلى مخزن السفينة تلك الليلة وأخرجنا العوامات الصغيرة وكانت العوامات متروكة في المخزن لفترة طويلة وكانت مغطاة بالأوساخ وكان علينا تنظيف الأوساخ عنها حتى نتمكن من ارتدائها لذلك قمنا بلف هذه الوسائد الكبيرة حولنا هذه الوسائد البرتقالية الكبيرة وقفزنا في القارب وبدأنا نبحر وقد أخذنا جهاز الرادار وكان بإمكاننا رؤية الخط الساحلي مباء ولكن كانت العاصفة فوقنا لذا كان الظلام حالك يمكنك فقط رؤية ضوء الأفق أمامه لذا كنا نحاول الحفاظ على رؤية منارة الميناء يجب أن تدرك أنه عندما تكون في هذه الأمواج الضخمة كنا نسعد إلى الأعلى ثم ننزل إلى الأسفل بقوم مرارا وتكرارا ولم يمضي وقت طويل حتى فقدنا أثر منارة الميناء العاصفة دفعتنا على بعد ميل جنوب الميناء عندما وصلنا إلى منطقة الأمواج وهذه الأمواج كانت هائلة وكنا في الواقع نسير مباشرة وهي تسقط في المحيط لذا عندما سقطت الموجة التالية كانت فوقنا مباشرة وسقطت علينا وعندما اصطدمت في قاربنا انطوى إلى نصفا وطرت مباشرة وسقطت في البحر أنا غواص مدرب أعني أنني لن أشعر بالدار لأنني قضيت الكثير من الوقت في المحيط ولكن في الليل لا توجد أضواء الشوارع المكان مظلم تماما ومضطرب أنا أتعرض للقذف والسقوط مثل دمية القش ربما كانت هذه من أكثر اللحظات قوة وشراسة في حياتي لم يكن لدي أي سيطرة على الإطلاق وفقدت توجهي تماما بما يتعلق بما كان في الأعلى وما كان في الأسفل ما يمكنك فقط هو حفز أنفاسك لفترة طويلة بدأ نقص الأكسجين وبدأت الشعور بالنشوة النشوة تضغى لدرجة أنك تعتقد أنك تستطيع التنفس ولم يمر وقت طويل وأنا أحاول التنفس ولكني أغرق وأغرق وجدت نفسي في هذا الظلام الدامس كنت أدرك أنني في هذا المحيط الذي كان هائجا كما تعلم لا تستطيع تخيل الضجيج الذي يحدثه المحيط عندما يكون هائجا تلك الأصوات من الأمواج وفجأة أصبح الجو مسالم لم أعد أتعرض للتقلب أو القذف لم أعد أشعر بالبرد بعد الآن وكان هناك هذا الشعور وكأنني لست وحدي وكأن هناك شيئا عظيما هنا استعلم أنهم يعلموننا الحرمان من الأكسجين وعلمنا أنه يأخذنا إلى حد بعيد من النشوة كما تعلم ولكن هذا يتجاوز أي شيء مررت به على الإطلاق لذا كنت أشعر بالفضول ما هذا كنت قبل لحظة في أكثر الأحداث عنفا في حياتي وأنا الآن في هذا السلام وهذا الهدوء ثم رأيت هذا الضوء الصغير جدا وهو لافت للانتباه فجأة انظر وبدأت أنظر إلي وشعرت أنه يقترب ممو وكنت أتحرك نحوه كلما اقتربت أكثر لاحظت أنه مثل الملايين من الأجزاء الضوئية التي تتفاعل مع بعضها البعض حيث يسبحون جميعهم بانسجام تام كأن لديهم عقلا واحد كانت أجزاء الضوء هكذا لكنها لا نهائية في هذه المرحلة شعرت بالدهشة تساءلت من أنا أين أنا ثم أصبح جسدي واحدا من أجزاء الضوء الهاب وبدأت أشعر بهذه الموجات موجات من الحب فقط كان الأمر كما لو أنني كنت ملفوفا ببطانية من الحب الدافئة كان الأمر لا يصدق هنا نحن نميل إلى إضافة الكثير من الشروط إلى حبنا للآخرين تعلم أن هذا حب مشروط ولكن ذلك حب غير مشروط وهو يتخلل إلى كل شيء لدرجة تشعر أن الحب والرحمة هو العنصر الأساسي الذي بني عليه كل شر ثم اقتربت من ثلاثة أجزاء انفصلوا عن الضوء وكانوا يرحبون بي في المنزل وتعرفت عليهم كعائلة ليست عائلة عشت معها في هذه الحياة بل أكثر من عائلة كانت دائما معي وفي النهاية جاء العشرات منه وكانوا يرحبون بي في المنزل أبلغوني بأننا سنتعمق أكثر في النوم وعندما ذهبنا إلى هذه المنطقة شعرت بأنها أصبحت كروية ودخلت إليها وبدأت بمشاهدة شريط حياتي إنها أكثر من مراجعة إنها أعادت تجربة عيش حياتي وتمكنت من رؤيتها ليس فقط من وجهة نظري ولكن مع كل شخص تفاعلت معه وكأن وعي قد انقسم إلى كل هذه التيارات المتعددة وكنت أنظر إليها وأعيش حياتي من كل وجهات النظر المختلفة لذا في كل مرة كنت أفعل فيها شيئا ما كنت أشعر بمدى تأثيره على الشخص الآخر وكنت أشعر بالرهبة من كل ذلك لكنني أيضا كنت أدرك أنني لم أكن أعيش هذا الأمر فحسب بل كل العائلة التي التقيت بها وأنا أسميهم العائلة الروحية كانوا يعيشون ذلك معي كنت شابا فضلا وفعلت بعض الأشياء التي لم أكن فخورا بها وعندما يتعلق الأمر ببعض المشاهد في مراجعتي لحياتي لم أكن سعيدا حقا لقد كنت أشعر بالخجل للمراجعتهم معي لأنهم كانوا يعيشون في مستوى أعلى الإحاطة التي لم أكن أعلم أنها موجودة كان عليهم مشاهدة هذا لكنهم لم يفعلوا كانوا يدعمونني خلال هذه المراجعة بأكملها كل شيء في مراجعة الحياة كان وابحا تماما لذا كان الأمر مذهلا لكنه أيضا كان موضوعيا بشكل لا يصدق برؤية مدى تأثيرنا على العالم من حولنا وفي النهاية وصلت إلى النقطة التي توفيت فيها لكننا واصلنا المضي قدما لم يكن هذا المشهد التالي وابحا تماما ولم أدرك ذلك وقتها ولكني كنت أتطلع إلى مستقبل ما رأيته هناك كان مثل الممر هذا المسار أمام ولكن في الهامش كان هناك الكثير مما كان متاحا لي الخيارات لقد شعرت أنه إذا أردت هذا سأسير بهذا الاتجاه أو أن أسير بهذا الاتجاه وكان الأمر مربكا بعض الشيء مرة أخرى لم يكن لدي كل هذا التركيز كما فعلت في مراجعة الحياة وفي النهاية وصلت إلى نقطة الضوء نفسه الآن هذا الضوء اللامتناهي الهائل يتحدث بانسجام تام ويقول هذا ليس وقتك يجب أن تعود وقلت مستحيل لدي عائلة لم أكن أعلم بوجودها تحبني وتدعمني وأنا أعلم أن هذا الجسد موجود هناك وهو محطة ولا أقصد أن أبدو فبا لكنه بدى لي مثل كتلة لحم بارد ولم تكن لدي أي رغبة بالعودة إلى ذلك الجسد وعاد الصوت وقال مرة أخرى يجب عليك العودة لديك هدف وتردد صدا هذه الكلمة في كل كياني عندما تتجاوز هذه الحياة إلى العالم الآخر تعيش بهذا الوعي الموسع الذي هو أعظم بكثير مما لدينا هنا في هذه الحياة المادية ومع هذا الوعي الموسع كلمة هدف فهمتها لقد كان بسيطا وكان فعالا كنت أعرف بالضبط ومع ذلك ليس هناك خيار تقبلته فقط وبهذا القبول وجدت نفسي خارج جسدي الكائنات النورانية الثلاثة الأصلية التي استقبلتني كانوا معي وكنا نراقب جسدي في المحيط بينما كان يتدحرج ويقفح ثم اقترب جسدي من بعض حطام القارب وحبل القوس كان يلتف حول هذه الذرا وكان ينقر على صدري وقد انبهرت بهذا كنت أشاهد هذا خارج جسدي وكنت أفكر كيف تتناسب ضخامة ما أنا عليه وتعود إلى هناك وهكذا ضربت موجة أخرى القارب وعندما فعلت ذلك دخل القارب القليل من الهواء في إحتى الطوافات وصعدت وعندما فعلت ذلك كان الحبل حول ذراعي وسحب ذراعي للأعلى في الواقع لقد خلع كتفي وإبهامي وأنا أشاهد ذلك لا أشعر به ولكني أشاهده وهكذا سحب جسدي إلى الصد لذا صعدنا أنا وأفراد عائلة الثلاثة الأرواح معه وكنا نشاهد هذا كان جسدي متشابكا بالحطى ثم ضربت سلسلة أخرى من الأمواج وعندما حدث ذلك كان جسدي يضرب على القارب المطاطي وتم خروج بعض من تلك المياه المالحة مرلتي وأعطتني المخلوقات دفعة لطيفة وعدت إلى جسدي يجب أن أقول أن الموت صعب ولكن العودة إلى الحياة أكثر صحوحة لأنك مررت بالتوب هذه اللحبة موسعة ثم عدت إلى هذا الجسد الذي يبدو ثقيلا ومقيدا من الصعب للغاية العودة إلى هذا الجسد وبالطبع كنت لا أزال أتخلص من النواه المالحة وسمعت زملائي أنهم الأبطال الحقيقيون في هذه القصة لأنهم بقوا في المحطة بينما كنت أغرق وأعود إلى الحياة وكانوا يبحثون عني وكان أحدهم يمسك مصباحا يدويا وكانوا يقومون بمسح السطح ويحاولون العثور عليه وحاولت الرد عليهم كانوا ينادونا حاولت الرد ولكن لم أستطع عندما تبتلع الماء المالح تتهيج حنجرة لكنهم رصدوني وجاءوا واحتشدنا جميعا حول هذا الحطول ترجمة نانسي قنقر